تفرجت عاماتش فين؟ بيت انت ابنك ها؟ أنا أولادي طب ما تيجي نبص الفيديو ده ونرجع لك تعالى اللي عليه تعالى في مبروك يا علي التاسع يا علي في مبروك يا علي التاسع يا علي أو كيمو بيلعب كرة أصلا؟ كريم لا كريم كان بيلعب كرة يراح شوية نادي المعنين كده ما كملش وبعد كده وبيدرس إعلام هو ده إعلام أكثر من أبوه سوط وعلي قلت بزاعة عليها كريم قال لي فرحان يا بابا فرحان قلت بوله أنا مش فرحان سوط وعلي ولا كنا فرحانين جدا اللي خالك تفرج في مبرح مع ابنك أنا عارف كم هنا عنده أصدقائك كتير فممكن يتفرج معها جدا بس الماشيز أنا كنت إعلام منه وموضوع كورونا وكده زي ما أنت علي برضه في نفس الوقت أنا بستمتع في فرجة المباريات خصويا من مطشرة النادي الأهلي في البيت مع أولادي يعني فأول ما الجون جيب وعايز أقولك كنت لعت في السقل كنت تكاثر النجفة كم هنا إحساسك كنت لعيب كورة وبتلعب مباراة مهمة غير إحساسك كنت متفرج دلوقتي ومشجع للنادي الأهلي لا دلوقتي عصب أكتر آآ صح؟ آآ طبعا من بناء ضغطي عادي والله العظيمين إحمرت بتعاريف أطلع للستوديو بعد كده بس عشان الماتش كان يعني يعني فيه كده متعرفش فيه الماتش راح بفين انت حبك لناديك اللي انت كنت منتامي ليه ولابس في الناتو مش شعرات والله لما بتبطل وتيجي تلعب تيجي تتفرج على الماتشاط بتحس بقيمة النادي اللي انت كنت فيه صحيح طيب خلينا طلع للفاصل بس بس أنا عايز أقول لإخواتنا الزمركوية طبعا يعني كل اللي عارف الانتماعي لكن احنا بجد على الشاشة احنا بنده كل حد هقول نادي الأهلي كسب البطولة فبالتالي لازم نسعد أو يسعده جمهور نادي الأهلي في تغطيتنا الخاصة بحصوله على هذه البطولة هطلع للفاصل